مرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرتكم الجوزة لطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي اذا بدأوا نشرتنا الجوزة نهار زوم اي سنين بنشرية خاصة اذا اجواء خالص فيها راح تكون في الموعد امطار كذلك ان شاء الله امطار خير وبركة راح تكون نهار الزوم تروح من 20 حتى 40 مم محازيا اكيد نقود المشاهد الكريم لما تكون وضعية جوية مثل هذه عليكم بتوخي الحيطة والحذر تقليل من السرعة ونما تتنقلوا من ولاية الى اخرى اذا نعليكم بمعرفة الوضعية الجوبية اكيد بتفصيل اذا امطار شرح تكون في الموعد على العموم نهار اليوم على السوحل الوسطى السوحل الغربية كذلك ولاية الداخلية امطار راح تستمر حتى ولايات الهداب العليا لأكثر تفاصيل شوفوا صورة القمر الصناعي التي توضحنا على العموم ان شاء الله تمركز كما سبق وذكرنا اذا اجواء غائمة سحب كثيفة راح تميز ان شاء الله خاصة السوحل الوسطى كما راح اللحظوا الان اذا سحب كثيفة اجواء غائمة على السوحل الوسطى الداخلية ولاية الداخل العليا سحب كثيفة كذلك اجواء غائمة على شمال الصحراء ووسط الصحراء لأكثر تفاصيل مشاهدين الكرام شوفوا ورقتنا الجوية النهار اليوم الاثنين ان شاء الله كما سبق وذكرنا اذا لأكثر تفاصيل الامطار ستكون متمركزها بالضبط على السوحل الوسطى على جزائر بومردا ستيبازازيرالدا امطار شرح تستمر على وهرن على مستغان شلف سعيدة غليزا امطار على الكلمسان امطار على البيض مشرية ونعامة سحب كثيفة على العموم راح تميز اغلبية الولايات الداخلية ولاية الهضاب العليا سحب كثيفة مع اجواء غائمة على وسط الصحراء اذا زوبة براملية راح تكون نوعا ناشطة بوسط الصحراء عين صالح عليكم بتوخي الحيطة والحادة بتقليل من السرعة لانه هذه براملية بصباحة الحال تؤثر على الرؤية الافقية على العموم كذلك امطار هذه راح تكون مرفوقة نوعا ما احيانا برعود منعزلة خاصة على سوحل الوسطى وولايات الهضاب العليا بالنسبه لدرجات الحرارة ان شاء الله مشاهدين الكرام اذا هذا المنخفض الجوي راح يكون محمل بدرجات حرارة منخفضة لاحظوا بابتداء من البارح تنهار اليوم درجات حرارة جد منخفضة خاصة مع الفجر وبعض الظاهرة درجات حرارة الحمدله منخفضة 18 حتى 12 درجة مئوية على عموم احنا عيشوا اجواء خارفة بامتياز 21 درجة مئوية على الجزائر 22 درجة مئوية على وهران 25 درجة مئوية نسجلوها بيني لها على عنا بطارف سكيكدال قالا 18 درجة على البورا عند دفلة على جيجل على بجايا 21 درجة مئوية على شلف السعيدة غليزان 14 درجة ان شاء الله نسجلوها على سلمسان منطقة الغزوات 16 درجة على سطيف نفس المقياس على البيض 19 درجة على بشار 22 درجة مئوية على غرديز الفانا بريان 29 درجة مئوية على ورق لاتوغرد حسيم سعود حسي بركين نفس المقياس على اليزيس 32 درجة بوسط الصحراء نفس المقياس باقصى الجنوب 30 درجة مئوية على بن عباس 35 درجة مئوية على ادرار وتمنع استحال البحر ان شاء الله نلاحظوا بانه البحر مع الصباح راح يكون مضطنبها يجعل غلبية السواحل الوسطى الشرقية الغربية بعد ظاهرة نوعا ما يرجع قليل اضطراب سرعة الرياح العموم غدا ان شاء الله تروح 30 حتى 20 كم في الساعة مع اتجاهات الرياح مختلفة على سواحل الشرقية ان شاء الله ستكون شمالية تماما على سواحل العوانه اذا جيجا ان شاء الله راح تكون شرقية تماما نترجع غربية على سواحل تنس دلس الى شمالية ان شاء الله غربية على سواحل الغربية سواحل المرصب الميدي مشاهدنا الكرام نحقنا الختم وعند نشرة الجوزة تظهر زوم الاثنين نختموها بالغروب ان شاء الله اذا غروب الشمس سيكون ان شاء الله على ساعة الخمسة وخمسة وخمسة 30 دقيقة مساء في الاخير نقلكم لمزيد من المعلومات لفاتوا نشرة الجوزة معلكم غيرتزوروا مواقع القناة فيسبوك انستغرام يوتيوب اذا معلكم غيرتزمتعوا اكيد بهذه الأجواء الخارسية الجميلة والانطار وخاصة التقليل من السرعة في الاخير نتركوا مع نشرة الدول ديها العالميه دمتموا في القناة الوطنية تيفي ومتبع الشيقة بقوال موبيليس تقدم لكم الاحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل موسيقى